طيب النهاردة وزير الطيران المدني شريف فتحي أصدر قرار أنا أعتقد أنه يعني يحقق نتيجة مهمة بس أنا أخشى ما أخشى أنه ما يكونش بس شايف كل الزوائل الأخرى عشان كده أنا حابب أنه وزير الطيران يكون معانا إما يصدر التصريح يتكلم فيه عن نتائج وتدعيات هذا القرار على خطوط الطيران وعلى التيكتينج وقطع التذاكر علشان ما يبقاش بنقف الباب وبيتفتح لنا ميد باب النهاردة وزير الطيران قرر إيقاف إصدار تذاكر السفر اللي بتبدأ وتنتهي خارج مصر ولا يتضمن خط السير بتاع الرحلة أي نقطة لأي مطار جوه مصر والقرار ده يعتبر نافذ من يوم 5 أكتوبر القادم هل لك يفهمين معنى القرار اللي قاله قالك أنه فيه ناس بتحجز بتحجز عن طريق بعض وكلات السفر المصرية والشركات المصرية رحلة طيران بس رحلة طيران دي ما لهاش علاقة بمصر يجي يقولك مثلا أنا عايز أروح دبي توكيو نحجز عادي وما فيش مشكلة لو كان حيبقى دبي القاهرة توكيو دبي شرم الشيخ توكيو دبي لقصر توكيو دبي أي حاجة مصر توكيو لكن الرحلة ما تعدش على مصر وتحجز من مصر يبقى أنت ليه غرض إيه هو الغرض هو اللعب على فرق العملة أنتوا عارفين عندنا أن احنا من الدول تقريبا القليلة جدا وربما الوحيدة اللي في العالم اللي فيها سعرين للصرف سعر بيحدد البنك المركزي للدولار بـ 8 جنيه 8 قرش وسعر متدول في السوق بيكلم في 12 جنيه و70 12 جنيه وتمانين 12 جنيه وتسعين قرش كمان يقارب 13 جنيه فبالتالي أي حد عنده الفرصة أن نلعب في الفرق ده يا إما يكسب فلوس كتير يا إما يوفر فلوس كتير أنت بتتكلم في إيه في 4 جنيه تقريبا من 8 جنيه 8 قرش لـ 12 جنيه 8 قرش نعتبر أنه كده عشان نعمل فرق إيما أنت بتتكلم في كام في 4 جنيه ولا 3 جنيه حوالي 4 جنيه فرقم كبير فالناس بتحجز عشان تحجز بسعر البنك المركزي بس لما تيجي تصرف تصرف بسعر السوق ففي كل تذكرة تلت الجنيه تلت الجنيه بش عارف أحسبها لكم إزاي بس أنتوا فاهمين يعني أنتوا فاهمين أن هما بيقلبوا 4 جنيه في كل دولار حسبوها كده 4 جنيه في كل دولار مين اللي بيتحملهم هما بيكتبوهم اللي بيحجزوا وإحنا بنخسارها كبنك مركزي وبنوك مصرية لأن إحنا اللي بنحول بسعر الصرف الرسمي فطول الوقت هما بيكتبوه وإحنا بنخسرها فعشكنا الوزير وقفها أنا أتمنى بس أن ده يبقى قرار صح من الناحية المالية والمصرفية لكن ما يأثرش على تداول بقى التذاكر وخطوط الطيران والشركات تقفل وبتاعي أنا أتمنى بس أنه يبقى موزونة من الناحيتين أنا أتمنى بسعر الصرف الرسمي